السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا رب تكونوا بخير لو عندك كيك بايت او بوائي كيك او حتى لو الكيك عبازت منك او لو حب ان انت تغيري وتعملي حاجة حلوة اوي عايز اقولك حاجة جميلة جدا طعمها لذيذ اوي بتدب كده في البق وطريقتها بسيطة وسهلة واقتصادية وكمان عايز اقولك هنضف لها شوية اضافات كده بتخلي الطعم التحق في حتة تاني خالص تابع معايا الفيديو وان شاء الله هيعجبك الطرقة اللي هنعملها النهاردة عايز اقولك ان هي كل اللي هيدقها هتعجيبه جدا وتغيير عن الكيك وكمان زي ما قلتلك لو عندك بواقي كيك تقدري تعمليه الوصفة دي بس عايز اقولك في البداية ما تنسيش نزيلة تحط اللايك للفيديو وتشرفيني وتشتركي في القناة وتفعل الجرس على الكل عشان منزل اي فيديو دي دي جيلك اشعار ونبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ونسمي الله ونشوف الوصفة بتاعدي جبت الكيك البيت عندي في التلاجة وزي ما قلتلك انت لو انت حتى عايزة تعملي كيكة وتعمليها بنفس الطريقة طغيرة وجميلة جدا طعمها بجد حلوة قوي جبت الكيك وهبق افتفيته كده افتفيت نعم وخلص عايزين الكيك يتفرم معانا فرم نعم خالص ممكن تعمل الخطوة دي في الكبه بس تفرم الفرم يعني ايه ما يكونش برضو ان هو يبقى بضرة قوي فرمت الكيك كده بالشكل ده وبعد كده هنزل عليه بمعلقتين من الفول المجروش وثلاث معالق من الجوز النعم في الخطوة دي تقدر تضيفي عليها اي اضافات عندك اي مقصرات تقدر ان انت تضيفي عليها اي مقصرات انت عايزها بتخلي الطعم جميل جدا وبيخلي الكيك كده الطعم بتاعه في حتة تانية وخلص بعد كده قلبت الكيك كده بالحاجات التي ضفتها عليه وهضيف عليه ثلاث معالق من الشوكولاتة وممكن كمان في الخطوة دي تقدر تضيف عليه زبدة بس هنا انا اكتفت بقى بالشوكولاتة مش محتاجة نضيف عليه زبدة لان طبعا الكيكة بتبقى معمولة بسامنة او بمعمولة بزيت فمش محتاجة نضيف عليه زبدة اضيفتي بس كده اكتفت بس بالشوكولاتة وبالجوز والفول السوداني اللي ضفته عليه في الخطوة دي بقى هنبدأ بقى نعجل الكيك كويس جدا لحد ما نيجي نقور الكيك كده في ايدنا نلاقي الكيكة وخلاص بقت مجمسكا بقى تعاملة زي العجينة بالزبط لو احتاجت معك شوكولاتة تقدر ان تضيف عليها كمان شوية شوكولاتة او حتى كمان معلقتين من اللبن او زي ما قلتلك زبدة زي ما تحبي ممكن كمان تعمل الكيك اللي هو اللي بربردقان او الكيك اللي هو الفاتح بنفس الطريقة بس هتضيف عليه معلقتين من الكاكاو وكمان هتضيف عليه الشوكولاتة وتعمله بنفس الطريقة بعد ما عجنت الكيكة بالشكل ده بدأت انه تتقور معايا مش محتاجة اي سوايل تانية هبدأ اقور الكمية اللي معانا وحاولوا وانتي بتقوريها اعملها كلها حجم واحد هدخلها التلاجة او الفريزر خمس دقايه لو دخلتها الفريزر هتوعد بالزبط خمس دقايه او في التلاجة هتوعد ربع ساعة لحد كده ما تتماسك اكتر وتبقى تمام لحد كمان مسيح الشوكولاتة هنا كنت خلاص سيحت الشوكولاتة بتاعتنا على حمام مياه وضفت عليها معلقة من الزب عشان ان هي هتخلي الشوكولاتة زي ما انت شايف لامعة كده دروري جدا تدفع لها معلقة من الزبدة عشان تخلي الشوكولاتة معاك تبقى فيها لامعة حلوة كده هبدأ انزل بالكيك بتاعنا او بقراطي الكيك كده في الشوكولاتة اغمسها كده كوي اغمسها كويس جدا في الشوكولاتة وبعد كده هشيلها بقى في الطبق لحد منخلص الكمية بتاعتنا عايز اقولك ان انت كمان ممكن تعملي الطرقة دي كمان بالشوكولاتة البيضة ممكن تعملي مكس ما بين الشوكولاتة البيضة والشوكولاتة الغمقة بتبقى جميلة جدا خلصت الكمية ودخلتها التلاجة لحد ما تمسكت كده الشوكولاتة بقى كويسة جدا اخدت جزء منهم وعملته كده بالجوز بالشكل اللي انت شايفاه ده كده يعني لفيت الكيكة بتاعتنا او كراطي الكيك كده في الجوز ادتت الشكل الجميل ده كده انا عايز اقولك ان انا بحب الجوز جدا مع الشوكولاتة ومع الكيك ممكن كمان بدل الجوز ده ممكن بيضيف في الشوكولاتة فول سوداني مجروش عايز اقولك بتبقى خطيرة كده هفتحها معاكم عايز اقولك كمية جميلة اوي اوي بجد قرب الطريقة دي هتعجبك جدا واتعجب كل اللي يدوها وطريقتها بسيطة وسهلة واقتصادية وكمان زي ما قلتلك بيبقى تغيير كده عن الكيكة ممكن كمان تحشف قلبها كده اي نوع مقصرات فول سوداني كده من غير ما يكون مجروش او بندو اي اي حاجة انت حبه ممكن كمان الشوكولاتة الغمقه تعملي عليها خيوط كده من الشوكولاتة البيضة بتبدي شكل جميل جدا عايز اقولك امجربها لولادك هتعجبهم جدا وهيفرحوا بها اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ما تنسنش في اللايك واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته